سؤال الساعة مع إبراهيم الغربي سؤال هذه الحلقة يتعلق باعتداءات باديس الأرهابية وتداعيتها ومن ضف إليها من التعديات الأخرى ونعود إذن من حيث توقفنا معك أستاذ محمد بن حمقرنا نتكلم عن التعاون الفرنسي المغربي السلطات الأمنية المغربية لعبت دورا كبيرا في مساعدة السلطات الأمنية الفرنسية لتبلغ مكان تواجد هؤلاء الإرهابيين نحن نعلم أن السلطات الأمنية الفرنسية كان لديها شك حول تواجد أبعاض في أوروبا أم في سوريا وكانت تأميل أكثر إلى وجوده بسوريا ثم منذ أن قامت هذه العمليات الإجرامية نلاحظ بأن كانت له قدرة كبيرة على الحركة هناك أكيد استفادة لهؤلاء من العديد من الاختلالات الأمنية والاختلالات الاستخباراتية داخل أوروبا فكان قد تم رصد أبعاض في اليونان من خلال معلومة استخباراتية تقنية حيث أن استخدامه لهاتفه النقال واستخدامه كذلك لحاسوبه في اليونان تم رصده من خلال معلومات استخباراتية تقنية ولكن نعلم بأن المعلومة الاستخباراتية التقنية في غياب معلومة استخباراتية بشرية يعني تضيع كثيرا لذلك لم يتم رصده بعد ذلك إلا في بلجيكا ثم ومن هنا كانت المعلومات التي قدمتها السلطات الأمنية المغربية معلومات استخباراتية عملياتية وحاسمة حيث أنها مكنت أولا من إعطاء المعلومة بوجوده في بلجيكا ثم في فرنسا بوجوده في باريس وضواحيها ثم إعطاء كذلك المعلومة حول الأشخاص الذين هو على اتصال بهم بمن في ذلك حسناء أيد أبو الحسن ابنة خاله وعلاقته بها ربما هي أكثر من علاقة القرابة ومن هنا تم ضبط هذا الشخص والوصول إلى مكان تواجده وبالتالي عملية مدهمة التي نعرف جميعا مصرها فهذا العمل كان إيجابيا ويؤكد بأن المغرب الذي طور خلال الفترة الأخيرة على الأقل منذ أحداث 16 ميل وربما أبعد من ذلك فمنذ الحدث الإرهابي على فندق أطلس أسني بمراكوش سنة 1994 وهو الحدث الإرهابي الذي تعرضت له مدينة مراكوش أنا ذك بدخلت أجهزة الأمنية المغربية في تطوير لنفسها ولأدواتها ولأتالي بعملها ومناهج عملها وجاءت أحداث 16 ميل لتدفع بهذه الأجهزة الأمنية لتطور كفاءتها وخدراتها وكذلك مناهج عملها نحن نعلم أن الحرب على هذه الظاهرة والحرب على هذه التنظيمات الإرهابية هي بالأساس حرب استخباراتية والإشكال اليوم الذي يوجد ليس في غياب أو ضعف المعلومات الاستخباراتية بل من العكس هو في وجود كثير للمعلومات لذلك فهناك عمل نحن نعلم أن مسلسل حياة العملية الاستخباراتية هو يمر من الحاجة التي توجد إلى البحث عن موضوع ما إلى المعطيات التي يتم استجلابها ثم بعد ذلك إلى معالجة هذه المعطيات وهنا ندخل في المعلومة ومن خلال المعالجة ندخل في التحليل وبالتالي ننتقل إلى المرحلة الثانية في هذه المرحلة فقط نصل إلى مرحلة المعلومة الاستخباراتية لأنه باللغة العربية هناك قصور ولكن باللغة الفرنسية نميز بين ما هو انفورماتيون وما هو غنسنيمون من بعد وبالتالي هذه العملية في مختلف مراحلها إلى حين يعني مرحلة اتخاذ القرار السياسي للتدخل أو عدمه هي كلها مراحل يمكن اعتبار بأن المغرب اكتسبت أو الأجهزة الأمنية المغربية اكتسبت العديد من الخبرة فيها خاصة وأن لها اليوم معرفة جيدة بهذه التنظيمات نحن للأسف شديد أمام عدو يزحف بوجه مقنع وأمام عدو يعني ينتقل بدون احترام هذا العدو اللي اسميته العدو الخفي هذا ما اسميته في كتابي الذي سينشره بعد شهرين الآن بباريس بالعدو الخفي هذا العدو الخفي يعني له قدرة كبيرة على التنقل له قدرة كبيرة على التأقلم له قدرة كبيرة للأسف على الضرب وله قدرة كبيرة على التخفي لذلك فالتعاون هو شيء ضروري لمواجهة عدو جماعي فذل إدرست موسى وعجلوية السلطات البريجيكية تربط كذلك للتعاون والوثيق مع المغرب في مجال الأمن وال stems بين العلاقة من السلطات البريجيكية والسلطات المغربية أسهل وأمرا من العلاقات بين السلطات المغربية والفرنسية تذكر إبراهيم أنه في 2014 كانت سنة سوداء في العلاقات المغربية الفرنسية إسبانيا اكتشفت في تفجيرات مدريد في العام 2004 أن المعلومات التي أرسلتها السلطات المغربية تعاملت معها أيضا باستخفاف لأنه اللغة وكما قال الأستاذ بن حموم سألت المعلومة وتركيبة المعلومات هنا يقع الإشكال هل الدولة أو المصالح قدرة على تحويل آلاف من المعلومات البسيطة التي قد تظهر بسيطة إلى نوع من التمظهور الذي سيشكل أو سيؤثر الخطر القادم هنا الإشكال الأوروبيين غير قادرين الآن على هذا الأمر أوروبا فقدت متخصصين في الدراسات العربية والإسلامية من علماء كبار جاك بيك رودينسون وغيرهم من كبار المتشبعين بالتقافة العربية الإسلامية لاحظنا منذ عشرين سنة أن الصحفيين الفرنسيين هم الذين يكتبون على الإسلام ودائما في إطار وجود الجبهة الوطنية ووجود هذا الصراع بين حول المهاجرين كورقة للصراع السياسي الداخلي هذا ما أضعف هذا التعاون الفرنسيين ربما أدركوا في نهاية المطاف وليس فقط الفرنسيين أوروبا الغربية بصفة عامة تدرك الآن أن عمقها الأمني موجود في منطقة المغرب الكبير مع كم الأسف علاقات فرنسا بالجزائرية علاقة خصومة تاريخية استعمار إلى غير ذلك علاقات بعد تونس تونس الآن تمر في مرحلة بناء الدولة ولها مشاكل أمني عاوصة السنة السوداء التي مرت بينها في العلاقات المغربية الفرنسية في 2014 ربما تركت أطرا فيها تطوير العلاقات الآن ربما فرنسا من خلال تصريحات عدد من المسؤولين وبالخصوص بعض الكتابات التي قالت يجب أن نبحث داخل المجتمع الفرنسي وفي علاقات المجتمع الفرنسي بجيرانه عن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور أبعود وغير أبعود بالأمس في 1995 كانوا أشخاص في 2005 أشخاص آخرين في 2012 مراح الآن ظهرت هذه الحلقات قد تظهر مجموعة أخرى مستقبلا إذن يجب البحث عن هذه الأسباب إذا ما استطاعت فرنسا وكما قلت هي خاسرة أوروبا أن تفهم أن عمقها الأمني هو المغرب الكبير إذا ما استطاعت أوروبا أن تفهم أن عمقها الأمني استراتيجي هو غرب المتوسط بالخصوص للمغرب العربي الكبير وأن الدولة الآن أكثر استقرارا والأكثر أمنا هي المغرب في هذه المنطقة في منطقة الشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والسحراء فأعتقد أنه من تحصيل الحاصل أن يذهب الجميع إلى تعاون متمر تعاون ليس بمفهوم أنه يجب أن تعطني معلومة أو غير معلومة بل التعاون في تركيب هذه المعلومات ولاحظنا بعض المسؤولين السابقين في المخابرات الفرنسية الداخلية أو الخارجية والذين تدخلوا كمحللين أمنيين في عدد من القنوات الفرنسية أبانوا عن هذا العز الداخلي الفرنسي أو الأوروبي فيما يخص مواجهة هذا التطرف لأن داعش أو تنظيم الدولة هو تنظيم دكي وخطير يبحث عن التصدعات داخل هذه المجتمعات ويستقر داخل هذه التصدعات وعندما يستقر داخل هذه التصدعات لمواجهته ليست لا مواجهة أمنية أو مواجهة عسكرية أو مواجهة كما جاء في خطاب هولند نزع الجنسية أو إعادة ناس ترضهم خارج فرنسا هذه ليست حلول يجب أن البحث عن رؤية شاملة لإمكانية مواجهة هذه الحركات وهذا ما تدعو إليه تونس وسنعود إليه بعد قليل في طار التنسيق والتحدث الأستاذ العجلوي عن المغرب الكبير الأخير هناك في فترة أخيرة تفعل التصوات في الجزائر بخصوص قضية الصحراء ذكرت أن المغرب الكبير في هذه المرحلة بحاجة إلى توحيد جهود أكثر في العديد من المجالات خاصة الأمنية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجد الحصارة لتحرك الجماعات الإرهابية تتقلوا بحرية بين الحدود وصولا إلى عمق أفريقيا في الكامرون والنيجيرو نيجيريا أكيد أن الوعي الجماعي في منطقة المغرب الكبير يؤكد بأننا نواجه مرحلة البقاء مرحلة أن نكون أو لن نكون فإما أن يكون هناك عمل جماعي إما أن يكون هناك وعي جماعي بضرورة توجه نحو البناء المستقبل المشترك وبضرورة كذلك مواجهة تهديدات ناشئة خطيرة تهديدنا جميعا أو سنستمر في حالة الانهزام الانفراضي الذي تعيشه العديد من دول منطقة المغرب العربي للأسف شديد وأكيد أن هذه الأصوات التي ترتفع يعني داخل قلعة الجزائر التي يريدها البعض يعني تحت غطاء من حديد لا تواكب لا تغييرات الجيوستراتيجية والتقلبات الجيوستراتيجية الممزقة التي تعرفها المنطقة ولكن الانكسارات الاستراتيجية التي تعرفها كذلك المنطقة فبالتالي هناك فعلا أصوات عدة لاحظنا أنه بين الفينة والأخرى تستطيع أن تشق هذا الغطاء الحديدي لتؤكد على ضرورة إخراج الجزائر من هذا الموقف الجامد والموقف الذي لا ينم بصلة إلى واقع المنطقة وإلى تهديدات التي توجهها نحن نعلم أن للأسف شديد أن حكام الجزائر الآن أخذوا من عدائهم للمغرب عقيدة وأخذوا كذلك من قضية صحراء لجعلها كحصة في حدائي المغرب أعقيدة كذلك وبالتالي هذه الأصوات التي استمعنا إليها مؤخرا والتي من بين الفينة والأخرى تؤكد بأن هناك ضمير جزائري وأن هناك وعي جزائري للارتفاع وكذلك للإعلان عن هذه المواقف التي هي مواقف تخدم الجميع لا يمكن للمنطقة أن تستمر وللعلاقات المغربية الجزائرية أن تستمر بهذا الطابع العدائي الذي يريده حكام جزائر لا يمكن لنا أن نواجه تهديدات ناشئة وتهديدات قائمة بحدود مغلقة وبتوجهات كذلك مغلقة نحن نعلم بأنه السبيل أو الإطار الوحيد الذي نعرف فيه علاقة تعاون هو إطار 5 زائد 5 خارج هذا الإطار لا يوجود لتعاون فعلي وحقيقي وهناك ضرورة كذلك الوعي بأننا سواء كمغاربة أو جزائريين أو تونسيين أي كمغاربيين لنا كذلك جالية مغاربية قوية وكبيرة العدد وربما ما أخشاه الآن هو ما يتهدد هذه الجالية في مستقبلها وربما أن السؤال المحرق والحارق الآن هو ما هي تدعيات هذه العمليات على هذه الجاليات نحن نعلم أن ما هو قائمنا الآن من إجراءات ومن ردود الفعل هي في العديد منها تمس قرامة هؤلاء تهدد هؤلاء يعني تقض مضاجعهم فبالتالي نعم أن تكون هناك أجوبة أمنية نعم أن يكون الجواب كذلك شمولي ولكن أي إجراءات تجاوزية سيكون لها إنعكاس خطير على الأمن في مجموعة المنطقة بما في ذلك أوروبا فأعتقد بأنه من خلال هنا أضيف فقط نقطة لما تفضل به زميلي وصديق الأستاذ العجلوي أعتقد بأن الدول الأوروبية عليها أن تقوم بتقويم لسياستها في الهجرة والاندماج وأن تتحمل مسؤوليتها على ما يحدث ما عرفته وما تعرفه وما ستعرفه من أحداث هو كذلك نتيجة لسياستها الداخلية فعليها أن تتحمل مسؤوليتها فقط إضافة لما قاله الزميلي بن حمو فيما يخص أزمة ضمير أو أصوات الضمير الجزائري التي تطرح قد يتعادت العلاقات إلى طبيعتها مع المغرب نظر للتهديدات لأنه الآن الذي يجري وسيجري مستقبلا أن هناك تنظيم الدول الإسلامية المستقر في ليبيا الذي أصبح كبقعة زيت ينتشر غربا وشرقا وجنوبا وهذا ملفت إليه وزير الدفاع الفرنسي جوني بلودريان بعد أحداث باريس قال هناك حاجة ملحلة الآن للتصدي العملية في ليبيا وفي الجنوب في بحيرة شاد هناك بوكو حرام التي تقوم بعملية خطيرة جدا يوميا من تدمير وجود الدولة الكاميرونية والشادية والنيجيرية في جنوب من بحيرة شاد إذا ما سقطت نجامنا الموجودة على ضفاف بحيرة شاد معناه أن سيتم اتصال بين الحركات الجهادية بوكو حرام التي أصبحت ولاية إسلامية تدين بالولاء لتنظيم الدولة والجماعات الجهادي الأخرى المستقرة في الشمال وجنوب الليبي الذي جرى من سوء حظ الجزائر شعبا وحكومة مع كبير الأساف أن كل طروتها البترولية موجودة على الحدود الليبيا بمعنى استراتيجيا ومستقبلا أن مع انهيار أسعار النفط مع أن الدول الجزائرية وكل عائدتها مبنية على عائدة النفط إذا لم تحصن هذه الطروة الطبيعية فيما يخص الشرق الجزائري معناه ستنهار الدولة وإذا ما نهرت الدولة في الجزائر سيتنهار المنطقة بكلها لأن الجزائر لها سبعة حدود مع دول المنطقة ياسي إبراهيم الحدود الوحيدة الآمنة للدولة الجزائرية هي الحدود المغربية إذن من هنا تأتي صوت العقل بعض الناس وعندما نقرأ تصريح سعداني أو سعداني الذي لا ينطق عن هوا لأنه نتذكر كيف بدأت صريحاته تجاه الجنال التوفيق وأين انتهى الجنال التوفيق عندما يطرح مسألة الصحراء ويصار على أنه إذا ما تفوه وتكلم عن الصحراء سيخرج الشعب الجزائري إلى الشارع هذا له قراءة ودلالات عميقة فإذن المقاربة الأمنية الغائبة في منطقة شمال إفريقيا حضورها ووجودها مسألة أساسية وهي ستشكل العمق الأمني الأوروبي وإذ ذلك ممكن أن نتحدد عن مقاربة تشاركية ومشتركة نعود إلى عمقنا المغاربة طبعا بعد أحداث باريزة أيام قليلة بعد ذلك وهتزت تونس ضربة موجعة جدا الحرس الرئاسي رمز الدولة جاءت بعد عمليتين موجعتين أدتا إلى نساء خقاسية بنسبة الاقتصاد التونسي عملية باردو ورمزيتها وعملية سوسا فعلا للأسف شديد تونس تدفع ثمانا باهضا أولا لخيارها ونموذجها وتانيا لجوارها فهي اختارت نموذجا تسعى إلى إنزاله وهذا النموذج اختاره الشعب التونسي وضحى من أجله هذا النموذج يقلق يزعج بعض الأطراف يعني في محيطها يقلق كذلك تنظيمات إرهابية ومتطرفة لا تقبلوا بهذا النموذج وتعاني كذلك من جوارها الذي هو جهة جوار يعني من جهة جوار يعني منفلت أمنيا وهو الجوار الليبي وجوار رخو وهو الجوار الجزائري فنحن نعلم أن الحدود الجزائرية التونسية في منطقة شمال شرق الجزائر هي منطقة تعرف نشاط كبير والآن عمليات مستمرة العمليات مستمرة ونشاط كبير للقاعدة بالمغرب الإسلامي هناك والعديد من المقاتلين يعني الإرهابيين من العديد من التنظيمات حتى يعني دروكدل يوجد في منطقة ما في هذه الناحية يعني بالنسبة لعاملات الأخيرة في دونس تبنيها تنظيم الدولة تبنيها تنظيم الدولة أعتقد بأنه الآن هناك حركة وتنقل كبير عبر جبال الشعنبي وكل هذه المنطقات ثم يعني الليبيا تعتبر مصدر قلق نحن نعلم أن تونس للأسف شديد يعني عانت من الانتشار الواسع للأسلحة عانت كذلك من تنقل كبير للمقاتلين وهنا ربما أن الإشكالي المطروح بالنسبة لتونس أن مثلا في سوريا والعراق هناك 5200 من المقاتلين التونسيين الذين انضموا إلى تنظيم داعش وغيرها من تنظيمات في هذه المنطقة ولكن هناك 12 ألف تونسي لم يستطيعوا الانتقال إلى سوريا بعضهم انتقل إلى ليبيا في حدود 3000 إلى 4000 ولكن البعض العدد كبير لازال في تونس وبالتالي أعتقد بأن هذه العملية هي تمت كذلك بشكل يعني منظم وبشكل لأننا نحن الآن أمام عمليات يعني مضبوطة مدققة ومست رمز وهو يعني الحرس الرئاسي فبالتالي هي رسائل توجه لأولا لإظهار بأن الدولة في تونس عاجزة وليست فاشلة ولكنها عاجزة عن مواجهة هذا التهديد ولإظهار كذلك بأن هذه التنظيمات لها القدرة على الضرب للأسف الشديد تونس تعاني الآن بشكل كبير جدا وأنتمنى وبالفعل اقترب وقتربنا مجددك بسرعة ما لاحظنا في هجمات باريس أنها كانت تسدف ومن كان موجودا في مكان الهجوم لا يهم من يكون الهدف خلاف ما يقع في تونس كما قلنا من قبل متحف باردو ثم أخيرا الهجوم على حفلة الحرس الرئاسي في مكان توقفها بشارع محمد الخامس انتهى وقت البرنامج شكرا انتباهيكم دمتم بخير ويلقاء قادم في سؤال جديد